النهاردة لو لا تقلق محمد الشناوي يعني في ناس غريبة جدا بتتكلم على محمد صلاح أنا وجهة مش غريبة كل واحد ولو وجهة نظره وأنا ما عنديش مشكلة في هذا الأمر واللي عايزي تكلم ويقول إن محمد كان وحش إن محمد كان كذا ما عنديش أي مشكلة ولكن آه هو محمد صلاح اللي بيلعب معنا مش هو اللي بيلعب مع منتخب مصر مش هو اللي بيلعب مع ليفر بول ولكن هل فريق ليفر بول هو اللي بيلعب مع منتخب مصر لا طبعا تا عندك الكرة ما بتوصلش لمحمد صلاح بيلعب في غير مركزه النهاردة محمد لمس كم كرة طول المباراة وصلت لمحمد كم كرة طول المباراة هو ده اللي نقدر نتكلم فيه لكن مفيش لعيب بيلعب لوحده يا جماعة فعلا مفيش لعيب بيلعب لوحده أبدا أبدا محمد صلاح نجم كبير وسيظل مهما قلنا وعدنا آه ممكن نتكلم ان هو محتاج ان هو يموت نفسه أكتر يتعب أكتر كل حاجة ولكن لما تقعد تتفرج على المباراة النهاردة ومحمد صلاح لمس الكرة كم مرة ما ينفعش يبقى فيه ترصد لصلاح في كل مباراة نقيم يعني مش ممكن من حق كل إنسان ان هو يقيم وينقض ويقول اللي هو عايزه ولكن شوف كم كرة وصلت لمحمد صلاح علشان بيجري مين وبيجري شمال هو مطلوب منه ان هو المدرب بيقول له ايه لعب في المكان ده مش هو اللي بيلعب نفسه تخيل حضرتك ان انا ملعب مصطفى محمد ناحية اللي مين مصطفى محمد اللي بيلعب يعني مصطفى عمره ملعبها في حياته كل رأس ماله مصطفى وافضل حاجة عند مصطفى هي انه كرة تلعب بالعرض ويلعب بتباغوا القوة وبيلتحم وبيشوت كرة في الجون وبيحول الكرة صحة في منطقة الجزاء من داخل منطقة الجزاء ابعيده عن منطقة الجزاء حاجة غريبة عمر مرموش النهاردة الحقيقة واحدة من اسوأ المباريات لعمر خارج الخدمة تماما تريزي جي مش هقدر اتكلم عن تريزي جي لانه واحد بقاله 8 شهور والمدار بيقول لك لعب 8 مش في مكانك اللي انت بتلعب فيه بقالك 3 4 5 6 سنين وبالتالي حاجات غريبة جدا بنشوفها وانا معرفش اين الجهاز المعاون لكارلوس كيروش الحقيقة يجب ان يكون هناك تدخل من الجهاز المعاون لكارلوس كيروش ما ينفعش ان يحصل اللي احنا شفناه النهاردة ما ينفعش ان احنا تتحرق دم 110 مليون واحد قاعدين بيتفرجوا على المباريات ما ينفعش ان انت تفضل قاعد بتقول او بتعمل تغييرات غريبة جدا وبتبدأ المباراة بشكل غريب جدا كلنا متنرفزين وكلنا متدايقين اولا طبعا اصابة اكرم بزعالنا كلنا كأهلوية وكمصريين الحقيقة يعني لكن في النهاية هنعدي المطش هنعدي المطش هنعمل ايه عندنا مطش كمان يوم السبت اللي جاي لازم اكسبه لازم اكسبه ما عنديش اي دلوقتي رفاهية اللي اتفرج على مباراة السودان وغينيا بيساو فريق المنتخبين منتخبين عاديين عاديين معرفش لكن احنا الموضوع في ايدينا احنا اكتر من منتخب غينيا ومنتخب السودان لانه لو انت كويس هتكسب اي حد بما فيه من نجيريا منتخب نجيريا الناس قلت لك يعني اسهل منتخب تقدر تلعبه من الخمسة الكبار اديكوا شفتوا منتخب نجيريا النهاردة ده ناقص بالمناسبة تلت او اربع لعيبة من افضل اللاعبين اللي موجودين مع المنتخب النجيري هيبقوا موجودين في شهر 3 وشوفنا سيرليون اتحدت مع الجزائر ازاي الموضوع مش سهل الموضوع مش بسيط حتى غينيا بيساوي السودان لازم تشتغل بجدية كبيرة جدا الفترة اللي جاية اليومين 3 اللي جاية لغاية يوم السبت القادم عشان المباراة اللي جاية المباراة اللي جاية لا تقبل الاسم على اتنين لازم تكسب المباراة غينيا بيساوي ولازم تكسب السودان ويحلها الف حلال بقى تلعب الجزائر تطلع تاني بيعالم تلعب كودفور ما تفرقش المهم يعني بيني وبينكو تفرق بس المهم نصعد الاول وبعد كده يحلها الف حلال